ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله وأفادت مصادر جريدة لوتخوة سوسونت الإلكترونية بأن هذه العملية خلفت حالة من الرعب والهلع وسط المصلين في الوقت الذي هرع فيه بعضهم مهرولا إلى خارج المسجد خوفا من تعرض الاعتداء أو تعنيف محتمل من طرف الجانحين خاصة وأنهما كان في حالة اندفاع قوية ويحمل كل واحد منهما سيفا وأورد تدات المصادر أن شرارة المواجهة سببها مطاردة أحد الجانحين للآخر الأمر الذي دفع بهذا الأخير إلى الاحتماء بالمسجد هروبا من بطش غاريمه الذي كان عازما تعنيفه الاعتداء عليه إلى حد القتل في الوقت الذي خلفت هذه الحادثة إصابة أحد المصلين بجروح بليغة إلى جانب تعرض أحدهم إلى أحالة إغماء وفي نفس الصياق ندد مجموعة من المصلين وباقي المواطنين بهذه الواقع المريبة التي انتهكت فيها حرمة المسجد وتسببت في تعطيل الصلاة بعدما قرر بعض المصلون مغادرة المكان خوفا على سلامتهم الصحية لخطورة مشهد العنف الذي مورس داخل المرفق الديني ومن جهة أخرى فتحت المصالح الأمنية تحقيقا في الموضوع وذلك فور علمها بالخبر حيث حلت بعين المكان وقامت بجمع بعض المعلومات الخاصة بهوية الجانحين من أجل تعقوبهما وتوقفهما يدمن القلب أن المقدسات لم تسلم من الإجرام ومن العنف هذا الحي اللي هو حي دي الصحب الورد وخصوصا المقاطعة دي جنال الورد بشكل عام ولكن صحب الورد بشكل خاص دي بلد الرئيس تشهد واحد من الفيلات الأمنية خطير هذه ميونة تقريبا شهر بشكل يومي تقريبا مساطر سيوفة يعني قريساج يعني كي هرسو الطنوبيلات من طرف كيتم ديس الشاركة هرسو الطنوبيلات من طرف كي هبطول الحوانس كاكين يعني جميع لا يسلم أي واحد منهم هذا المقدسات المسجد وحنا فا وما ادراك فصالات الجمعة شوفا شوفا اخويا دي أعطيك للتفاصيل بالضبط اليوم اليوم حنا فا والإمام كيف على المنبر كيخطب في خطبة ديال الجمعة في الخطبة الثانية تقريبا أو شكة الخطبة على النهاية ديالها كنسمعون الناس بقع واحد ضجة وشي كيز طنفشي الناس صخفات كده فإذا منك نرجعو للحيتيات ديال واقعة كلقوا حتسيد من مدس ججب وحتسيف كبير كيدخول وبدأ كيدرف الناس الموصلين يعني بدون أي بدون أي حسابات شخصية مسبقة ولا شي حاجة ما فهمت شنا وكانوا جرحا كانوا جرحا كانوا جرحا لا وقعتوا على السيد كلابه بزاف قع في ظهره عنده غرز ظهره عنده في كتافه عنده يعني مهدغي من الموصلين قع كينشي واحدنا خرج صخفان مسكين رجل كبير كان صخفو والناس كانوا كيدوزو فيه لأن الناس خافت بزاف لأنه شي معمر وقع في طاريخ المساجد المملكة المغربية ولا في طاريخ الدول الإسلامية وشيرا ما دروش قفار يالقوريش ما كانوش كي يجمو على المقدسة على المساجد وش كانت حالة عادية أنه كان قرقبوا سكران وغالبا هم أمني كيكون تتصوصر هذه الحادثة دائما كيقولوا بي أنه كان سكران ولا مقرقبوا لأشي حاجة دائما تنسب لكن الإشكال اللي هو المطرح هو هنا فينا مش هذا الإشكال المطرح على السلطة الأمنية السلطة العمنية كتجي كتقوم بالدور ديلا كتلقي القبط عن الجاني لكن الإشكال ده باكين في القضاء الموجة إشكال في القضاء أن هذا المجرم كيوصل للقضاء كيتحكم عليه بثلاث شهور أو بثلاث شهور ومن بعد ثلاث شهور للثلاث شهور كنشوفه يوصل ويوجول في الأحياء يعني صافي كيقولوا كيستهنوا بالعقوة ما كتبقاش